بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الموافقات أو ما نسميه القسمة في زاد لباكالوريا 2017 شعب أدبي يعني أداب وفلسفة وأداب ولغات أجنبية للدورة المقصيين رقم واحد حيث قال واحد ألف عين باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد أربعة وأربعة أس إثنان وأربعة أس ثلاثة على تسعة باقى البين أن من أجل كل عدد طبيعي آن أن أربعة قوة ثلاثة آن يوافق لنا واحد بترديد تسعة جيم قال استنتج أن من أجل كل عدد طبيعي آن أن أربعة قوة ثلاثة آن زائد واحد يوافق لنا أربعة بترديد تسعة ثانيا قال تحقق أن 2020 قوى 1438 يوافق لنا 4 بترديد 9 ثم قال بين أن العدد 2020 قوى 1438 ناقص 2017 مربع زايد 1995 يقبل القسمة على 9 يعني الباقي يكون صفر إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على سؤال ألف قال عين باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد 4 و4 مربع و4 مكعب على 9 إذن نكتب هنا تعيين باقي كل من ماذا من 4 و4 مربع و4 مكعب على العدد الذي اسمه 9 لاحظوا جيدا أولا ننطلق نقول 4 توافق لنا بترديد 9 إذا كان هذا العدد أصغر من الترديد لهو نسميه 9 فهو بنفسه باقي كل عدد طبيعي يعني طبيعي يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 كلها إذا قلنا 8 تقسيم 9 الباقي كم هو 8 لأنه أصغر من الترديد إذن أعيد كل عدد أصغر من هذا الترديد فهو باقي بحيث يكون عدد طبيعي يعني ليس عدد سالب إذن هنا الباقي كم يكون الباقي هو ماذا هو 4 نأتي الآن إلى 4 مربع 4 مربع التي هي بالآلة الحاسبة تعطينا 16 بترديد 9 هل هذا باقي لا الباقي يجب أن يكون أصغر من الترديد يعني أصغر من التسعة نأتي بالآلة الحاسبة ونقول 16 تقسيم 9 أكيد سوف تعطينا 1 فاصل إذن لو نقول قلت 16 لاحظوا جيدا بالآلة الحاسبة 16 تقسيم 9 سوف تعطينا 1.7 هكذا 7 7 7 فماذا نقول هذا الأمر في المسودة فنقول 0.77 يعني أخذ عددين وراء الفاصلة ونضربهم في 6 فنجد هنا لو نقول قلت 0.77 ضرب 9 سوف نجد نجد 6 ركزوا جيدا قلت نجد 6.6.93 يعني قربوا دائما إلى الفوق إنه 7 فنصبح هنا 4 مربع باقيها كم باقيها 7 بترديد 9 إذن نكتب هنا الباقي هو ماذا هو 7 حتى نفهم جيدا أما هذا الشيء الذي أقوم بمحويه فهذا يوضع في المسودة فقط الآن عندنا كذلك 4 مكعب يوافق لنا بترديد 9 ماذا لو قلنا 4 بالآلة الحاسبة 4 في 4 في 4 4 في 4 هي 16 في 4 تصبح لنا ماذا تصبح لنا؟ 4 و 60 حتى نفهم جيدا لكن هل هذا باقي؟ مستحيل أن يكون باقي إذن كيف نأتي بنفس الشيء بالآلة الحاسبة ونقول هكذا نقول 64 تقسيم 9 تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا 7.1111 هكذا نقل 0.11 في 9 سوف نجد بالتقريب يا أبناء نجد 0.99 معناه كم؟ معناه 1 فتصبح لنا 4 أو 3 يوافق لنا 1 بترديد 9 نقول باقي 4 أو 3 على 9 كم هو؟ ماذا؟ هو 1 أما هذا فنقوم بمحويه هكذا إذن هكذا تكون توضع الأجوبة على ورقة الإجابة يجب أن نذكر كلمة الباقي ومن شروط الباقي قلت يا أبناء هو عدد كيف هو؟ هو عدد طبيعي أصغر من التسعة مهما كان فقط هكذا بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأخذ معنا هذه النتيجة اللي هي 4 أو 3 يوافق لنا 1 بترديد 9 لماذا؟ لأنه سوف يخدمنا في السؤال هذا إذن أركزوا جيدا قال باقي بين أن من أجل كل عدد طبيعي أن 4 أو 3 آن يوافق لنا 1 بترديد 9 إذن نكتب هنا البرهان أولا دائما أنصحكم بكتابة عنوى الجواب البرهان أن ماذا؟ أن 4 أو 3 آن يوافق لنا 1 بترديد 9 هكذا لاحظوا جيدا إذن نستغل هذه التي وجدناها في هذا السؤال ها هو الجواب الجواب أن 4 أو 3 يوافق لنا 1 بترديد 9 كيف ذلك نقول لدينا؟ ماذا لدينا؟ لدينا أن 4 أو 3 يوافق لنا 1 بترديد 9 تقول القاعدة إذا أضفنا من هنا أركزوا أضفنا من هنا آن ومن هنا آن فلا يحدث شيء هكذا فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا 4 أو 3 آن يوافق لنا 1 قوة ماذا؟ واحد قوة آن مهما كان هو يا أبنائي هو 1 بترديد 9 وهو الجواب نقول ومنه إذن ها هو الجواب قد وضعناه بطريقة جد بسيطة إذن تذكروا أننا وجدنا ماذا؟ أنه 4 أو 3 آن يوافق لنا 1 بترديد 9 فقط الآن بعدما أنهينا مع هذا السؤال كذلك هذه النتيجة سوف تخدمنا يا أبنائي في الإجابة على السؤال الذي يأتي بعدها وهو السؤال جيم ركزوا يعني كل الأسئلة مرتبطة مع بعضها البعض جيم قال استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي أنه 4 قوة 3 آن زائد واحد يوافق لنا 4 بترديد 9 إذن نكتب هنا استنتاج أنه ماذا؟ أنه 4 أو 3 آن زائد ماذا؟ زائد واحد يوافق لنا 4 بترديد 9 هنا ماذا نفعل أبنائي نقول لدينا ماذا نملك؟ نملك هذه القاعدة لاحظتم يعني 80 كلهم مرتبط مع بعضها البعض لدينا هذه أنه 4 أو 3 آن يوافق لنا 1 بترديد كذا بما ترديد 9 ما رأيكم أبنائي لو نضرب من هنا في 4 ونضرب من هنا في 4 لأن في الموافقات نضيف من هنا ونضيف من هنا لا يحدث شيء ونضرب من هنا ونضرب من هنا فلا يحدث شيء فتصبح لنا ماذا؟ نحن نعلم أبنائي إذا قلنا مثلا نركز 4 مثلا في 4 مربع ماذا تقول القاعدة؟ تقول جمع الأسس معناها هذا أسه كم واحد؟ نقول واحد زائد 2 وتساوينا ماذا؟ تساوينا 4 أو 3 مثلما نقول إكس في إكس ماذا يساوي؟ هذا معامله هذا أسه واحد وهذا تقول إكس مربع إذن كيف تحصلنا على إكس مربع أن نجمعنا هذا الأس وهذا الأس؟ من خلال هذه الكلام لاحظوا جيدا هذا أسه كم؟ أسه واحد فتصبح لنا أربعة أس اجمعوا هذا الأس مع هذا الأس كم تصبح؟ تصبح لنا ثلاثة آن زائد واحد لا تقولوا يا أستاذ تصبح لنا أربعة آن لا لأن هذه ثلاثة آن وهذا واحد فنجمع هذا قلت فنجمع هذا مع هذا فنقول ثلاثة آن زائد واحد يوافق لنا واحد في أربعة ماذا يعطينا؟ يعطينا أربعة بترديد تسعة نقول ومنه؟ ها هو الجواب أمامكم وبطريقة جد جد بسيطة يا أبناء إذن ضربنا من هنا في أربعة ومن هنا في أربعة فجمعنا الأسس فأصبحت أربعة قوة ثلاثة آن زائد واحد توفق لنا أربعة بترديد تسعة وهو الجواب بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد كذلك سوف تنفعنا هذه النتيجة سوف نقوم بنسخها وأخذها إلى السؤال الذي بعده لاحظوا جيدا السؤال قال تحقق أن 2020 قوة 1438 يوافق أربعة بترديد تسعة إذن لاحظوا نكتب هنا على عنوان التحقق أن 2020 قوة 1438 يوافق لنا أربعة بترديد تسعة ركزوا ماذا تقول القاعدة وانتبهوا السؤال هو التحقق تقول القاعدة أنه هذا نقوم بقسمته نقسمه على الترديد وهذا نقسمه على الدورة يقول هذاكم لم أفهم ركزوا أرجوكم سوف تفهمون إن شاء الله لاحظوا إذا أتينا أولا إلى 2020 تقسيم تسعة كم نجد إذا أتينا إلى 2020 بالآلة حسب تقسيم تسعة سوف نجد نجد مائتان وأربعة وعشرون فاصل أربعة أربعة هكذا نقول سفر فاصل أربعة وأربعون في تسعة نجدها بالتقريب ثلاثة فاصل ستة وتسعون ما يقارب ماذا ما يقارب أربعة معناه هنا تصبح لنا أربعة إذن 2020 تقسيم تسعة الباقي كم أربعة بما أن الباقي أربعة فالأمر متعلق وأكيد بما أن الباقي أربعة فأكيد الأمر متعلق بهذا الأمر متعلق بهذا ركزوا أرجوكم الآن ماذا تقول قاعدة مثلما ذكرت وقلت وهذه القوة تقسم على الدورة الدور هنا ها هو أمامكم انظروا هذا العدد الذي نجده مضروب في الآن هو الدورة يعني نأتي الآن الدور هنا لاحظوا كم ها هو الدور هو الثلاثة نأتي الآن إلى ما نسمي 1438 لو نقسمها على عفوا نقسمها على ثلاثة لاحظوا قلت هكذا نركز 1438 تقسيم ثلاثة نجد 479.333 نقل 0.333 في ماذا في ثلاثة بالتقريب يعطينا واحد إذن نصبح لنا واحد كيف إذن قلت وأعيد أن تقع من القاعدة تقول هذا الأس الذي هنا يقسم على الدور من هو الدور هو العدد هذا الذي وجدنا هنا ثلاثة إذن فنقول أن 1438 ماذا تساوي قلنا لاحظوا ركزوا قلنا نحن وجدنا أن 1438 لما قسمناها على ثلاثة أعطت لنا 479 والباقي كم واحد فنقول 1438 تساوينا ثلاثة في 479 زائد واحد أرجو قد فهمتك إذن أعيد 1438 تقسم على الدور الدور هنا كم على ثلاثة فوجدنا أن النتجة 479 والباقي الذي وجدناه بعدما حسبنا بالآل حسبك كم وجدنا واحد فنقول 1438 تساوينا ثلاثة في 479 زائد ماذا؟ زائد واحد أليس هذه الكتابة تشبه لنا هذه الكتابة؟ انظروا اثنان ثلاثة آن زائد واحد انظروا ها هي انظروا ثلاثة تقابل ثلاثة وآن يقابل 479 والواحد يقابل واحد إذن فهذا إذا وجدنا هذا الأمر فماذا نقول؟ ركزوا أرجوكم تصبح لنا هكذا تصبح لنا 2020 قوة ماذا؟ قوة 1400 أو نكتبها بما هي هكذا نكتبها بهذا الشيء نكتبها ثلاثة في 479 زائد واحد يوافق لنا انظروا وأركزوا أليس هذه الكتابة؟ وهذه توافق لنا 4 ثلاثة في 479 زائد واحد بترديد تسعة هذه الكتابة تشبه لنا هذه الكتابة كم هو الباقي؟ انظروا إنه 4 نقول ومنه ماذا ينتج؟ ومنه 2020 1438 توافق لنا 4 بترديد 9 يا أبناء أرجو قد فهمتم لأن السؤال الذي جاءنا جاءنا تحقق قلت ماذا نفعل حتى نقوم بالتلخيص؟ هذا يقسم على الدور عفوا هذا هذا العدد يقسم على الترديد له على تسعة أما هذا الأس يقسم على الدور الدور ها هو أمامكم لهو كم؟ لهو ثلاثة فأصبحت لنا الكتابة كيف هي 2020 قوة ماذا 1438 هي نفسها 4 أس ماذا ثلاثة في 479 زائد واحد التي مكتوبة على شكل 3 أن زائد واحد منظر أربعة قوة ثلاثة أن زائد واحد كم باقيها؟ باقيها أربعة فهذا كذلك يعطينا الباقي أربعة لهذا قال تحقق يعني أمر جد جد بسيط أن أولا اذهبوا إلى هذه تجدوها مكتوبة على هذه السيغة ثلاثة أن زائد واحد ثلاثة أن زائد واحد ها هي تشبهها انظروا إذن الباقي كم؟ ها هو الباقي أربعة مما قال لنا استنتج ليس أحسب فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نتطرق الآن إلى السؤال الأخير قال بين أن العدد 2020 قوة 1438 ناقص 2017 مربع زائد ماذا؟ زائد 1995 أنه يقبل القسم على ماذا؟ على تسعة ركزوا هنا الأمر جد جد بسيط أبنائي إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أنه يمكن أن نكتب هكذا 2020 و 1438 ناقص 2017 مربع زائد 1995 يوافق لنا صفر بترديد تسعة هذا هو المعنى أنه يقبل القسم معناه الباقي يجب أن نجده صفر أولا ننطلق بـ 2020 يوافق لنا قوة ننسى القوة ألف قوة 1438 يوافق لنا تعالوا هذه قد حسبناها يا أبنائي ها هي أمامكم كم هو الباقي؟ إنه الأربعة إذن يوافق لنا أربعة بترديد تسعة لحظتم يعني تمرين كل أسئلة مرتبطة نأتي الآن إلى 2017 لما نقسمها على تسعة قلت 2017 تقسيم تسعة تعطي لنا 224.111 هكذا نقل 0.11 في تسعة ماذا تعطي لنا بالتقريب؟ تعطي لنا 0.89 وهو واحد إذن هنا يوافق لنا واحد ثم نأتي الآن إلى ألف لكن إذا لكن ننسى أنه هنا يجب لنا التربيع نربع هنا إذن نضع هنا التربيع وهنا التربيع لكن الواحد إذا ربعناه واحد في واحد كم؟ إذن واحد إذن تبقى لنا مهما حتى ولربعنا هذه القيمة لا يحدث شيء تبقى لنا واحد لأن إذا ربعنا هذه الجهة نربع هذه الجهة من قواص الموافقات إذا ربعنا الواحد مربع يبقى لنا واحد نأتي الآن إلى ألف وتسعم مئة وخمسة وتسعون تقسيم ماذا؟ تقسيم لنا تسعة نجد النتيجة مئتان وواحد وعشرون فاصل ستة وستون ستة وستون هكذا نقول سفر ستة ستة في تسعة نجدها بالتقريب إذا نجدها خمسة فاصل أربعة وتسعون في المسودة لما نقربها إلى ستة فنقول ألف وتسعم مئة وخمسة وتسعون يوفق لنا ستة بترديد تسعة ثم الآن نأتي لوضع النتائج أنها يركز جيدا إذن هذا نضعه هنا وهذا نضعه هنا وهذا نضعه هنا ويجب علينا أن نجد ماذا؟ الباقي سفر نقول ألفين وعشرون قوة ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ناقص ألفين وسبعة عشر مربع زائد ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون يوافق الأول باقيه أربعة وهذا باقيه كم؟ واحد نضعه هنا نصبح لنا معنى ناقص واحد زائد هذا باقيه نضعه هنا ماذا يصبح؟ يصبح لنا زائد ستة بترديد تسعة يصبح لنا يوافق هذا مع هذا كم؟ عشر عشر ناقص واحد إنه تسعة بترديد تسعة لكن إذا قسمنا تسعة على تسعة النتيجة واحد والباقي كم؟ سفر ونحن نتحدث عن البواقي لأن هذه التمارين لا تحتاج إلى النتائج مثل ما تحتاج إلى الباقي إذن يوافق لنا تسعة تقسيم تسعة بالنتجة نجد كم؟ الباقي هو صفرة هل وصلنا إلى هذا الشيء الذي قلت يجب علينا أن نصل إليه؟ نعم نقول ومنه العدد من هو العدد؟ الذي هو هذا العدد نقوم بنسخه فقط إذن هذا العدد يقبل إذن يقبل القسمة على ماذا؟ على العدد تسعة يا أبنائي لماذا؟ لأن وجدنا أن الباقي هو الصفر لأن هذا الجزء باقيه كم؟ أربعة وهذا واحد ثم تصبحنا هنا نقص واحد زائل ستة تعطينا تسعة تسعة تقسيم تسعة ليس نحتاج يقول كثير هو واحد لا نحتاج الباقي لا يوجد أعدد وراء الفاصلة إذن الباقي دائما صفر دائما في الآلة الحاسبة لما تحسبوا عدد عدد أي عدد؟ عدد ونقسمه على عدد إذا وجدتم هنا النتيجة بدون الفاصلة فاعلموا أن الباقي هو صفر هذه دائما عليكم أن تفهموا مهما كانت النتيجة حتى ولو كانت النتيجة سريبة وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة